أعلنت السلطات الصحية البريطانية اعتماد أول دواء في العالم لعلاج أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الحكومية في بيان صحفية إن دواء مولنيو بيراذير اعتمد ليعطي لمن يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة للفيروس ولديهم أيضا مخاطر إضافية ناجمة إما عند القلب أو السكري أو السمنة وكبر السنة ووصف وزير الصحة البريطاني هذا الإعلان باليوم التاريخي في بريطانيا مؤكدا أنه تطور سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للمرضى والمعارضين لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا ويعمل الدواء حسب ما أكدته الشركة المصنعة على السهداف وتعطيل أحد أنزيمات الفيروس التي تسمح له بنصخ نفسه الأمر الذي يجعله فعالا أيضا ضد جميع المتحورات ترجمة نانسي قنقر